رسم من أجمل الهوايات التي يتميز بها بعض الأشخاص وهي موهبة تبدو منذ نعومة الأطفار وتنمو مع التعليم والتدريب وكذلك تصبح أفضل فيما بعد ويعد الرسم من أجمل الفنون الجميلة التي يقوم الإنسان من خلالها بالتعبير عن نفسه وعن ما يحسبه ويوصل به أفكاره بشكل راقي ومعاصر سنتعرف معكم أكثر على هواية الرسم في هذه المقابلة وبتأكيد في هذه اللحظات مع الفنانة الموهوبة سارة صفوان شمع يا مرحبا بتصبح شاء الله بالخير الصباح الخير يا مرحبا أول شيء ما شاء الله عندي أشياء جميلة جدامي وأبتحدث عنها ولكن أعتقد هذه الرسمات هي تصل إلى الاحتراف بالفنان عندما يصل إلى هذا المستوى وهذه التفاصيل اللي إن شاء الله راح نعرضها إلى المشاهدين ولكن قبل ذلك ما شاء الله عمرت 16 سنة متى بدأت بالرسم؟ بدأت في الرسم بعمر صغير حوالي 8 سنين أول شيء بلشت فيه هو رسم الأزياء كمان حبيت أني ابتكر وابدع فيها بعدين قررت أني لازم حارب لازم ساوي شيء أصعب من هيك واختبر حالي فحسيت أنه رسم الوجوه بيعطي إحساس ولمسغ مختلفة للرسام حبيت أنه منه كمل لرسم الوجوه يا سلام طبعاً نحن عدنا هنا ماذا جهني لبعض الرسمات الوجوه لفنانتنا الموهوبة سارة طبعاً هذه الرسمة إلى إحدى الرواد التواصل الاجتماعي نعم ليش اخترتي هذه الشخصية عشان ترسمينها أول شيء حبيت الكاركتير تبعيتها هي كثير شخصية إيجابية وكمان مو يعني إذن رسام رسم شخصية معينة أنه يكون هي نفسها بالضبط كل رسام حتى لو رسم شخصية معينة لحيعطي لمسته الفنية فكل واحد مختلف عن الثاني ممتاز ورسمتي الطباخ التركي بوراك نعم يا سلام تحبي الطبخ سارة؟ شوي شوي طيب اخترتي بوراك عشان ترسمينه نعم ممتاز أعتقد أنت تختارين من في تميز وحدة في ملامحهم أو في وجوهم هل واجهة أنت صعوبة في رسم بوراك؟ في صعوبة في الرسم كمان يوم عن يوم الإنسان أو أي رسام عم يتطور بالرسم والتقنيات دائماً عم تتطور ممتاز برسمة بوراك حسيت أنه في روح مريحة وخصياً هو عم يضحك به الرسمة فحسيت بشعور بسعادة يا سلام وهذا أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي نعم ممتاز واخترتي رسمة وما شاء الله رسمة جداً جميلة شكراً وإنما بالساعات وهذه إن دلت فهي تدل على احترافية من شواء ما شاء الله دقة في الرسم هل شاركت هذه الرسومات أصحاب الشخصيات التي رسمتهم؟ ايه طبعاً بحدي كثير من الناس رسماتي وبفاجئة فيها وإن شاء الله أنت كمان أنا ترية دوري صراحة توني كي تبقوا إن شاء الله أنتظر دوري إن شاء الله أنت ترسميني وأنا متأكد بأن الرسمة راح تكون أجمل من الواقع بكثير طبعاً فما شاء الله عليك سارة بدأتي في الرسم وما شاء الله عندك يعني لوحات كثيرة جداً ولكن تميزتي بي قلم الرصاص نعم طيب لو قارننا سارة الآن ما بين لوحات اللي بدأتي فيها من عمرة الثامنة حتى الآن هل راح نحصل فرق ما بين اللوحات والرسومات؟ فرق بسيط جداً لأنه الرسمة لحتكون عبارة عن نفس الفكرة ولكن لما تطلع مثلاً على هاي الرسمة التفولية لحتلاقي لمسة تفولية بريئة مليئة بالروح هيكة بريئة جداً نحن نتحدث عن هذه الرسمة طبعاً ايه هاي أول من أحد أول رسماتي أول رسماتت؟ ايه يا سلام ايه وكمان يوم عن يوم الإنسان بيواجه صعوبات فهي الصعوبات أحياناً بتخلي الإنسان يتعرف على مشاكل الحياة وكل يوم عن يوم يعني مكبر ممتاز فهذا الشي بيطور الإنسان مو بس بالحياة بس كمان بيررسم جميل ممتاز جداً طبعاً تبونا راويكم ولا أشوفه بروحي؟ ما أشوفه بروحي يعني زي طبعاً نشارك بس للمشاهدين والجماعة لهم متحمسين لهذه الرسومات أعتقد يعني دخلت في مجال التصميم نوعاً ما في رسوماتك الأولى ممتاز ليش ما استمريت في مجال التصميم سارة؟ أنا بحب مجال التصميم بس ما استمرت فيه لأنه حسيت بده كتير بوقت بس تعلقت بمجال رسم الوجوه ممتاز رسم الوجوه هو كان بالنسبة للمجال الأفضل عندك ممتاز نشوف بعد هذا الرسم من شاء الله جداً جميلة شكراً طبعاً هذا الدفتر تحتفظين فيه ويعتبر كنز بالنسبة لك سارة طبعاً كل شي لازم جميل جداً والحمد لله حصلنا فرصة بأننا نوثق لك هذا الدفتر وهذه الرسومات ولوحات المميزة هل شاركت في معارض شاركت في بعض المسابقات؟ طبعاً شاركت بكتير معارض داخلية داخل المدرسة وهي من أحدى أول الشهادات يلي بالمعارض ممتاز عندنا هذه الشهادة ايه هذه لي أول معرض مدرسي أول معرض مدرسي نعم ممتاز وكمان من أحدى حالياً شاركت بمسابقة جامعة الشارقة بمناسبة اليوم الوطني ورسنت الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه وفزت كمان على المستوى ممتاز طيب هل ممكن نشوف لك ها عندنا هذه الرسمة اللي على الهوى نشوفها الآن هي رسمة الشيخ زايد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه هذه الرسمة اللي شاركت فيها نعم جميلة جداً هدرتوني إياها كمان يا سلام يا سلام جميلة جداً طيب وهذه طبعاً تفاصيل العين نعم ما شاء الله طيب هل خدتي وقت إلى أن احترفتي الرسم سارة؟ طبعاً الآن الإنسان لما بده يصير محترف بأي شغلة لازم يكون أخذ وقته منيح لازم يكون ماجهة مصاعب وكتير يعني مشاكل بالحياة هذا الشيء بيساعد الإنسان على أنه يتقدم ويتطور دائماً طبعاً لحياخد كتير وقت ما شاء الله هل تعتقدين لو الرسم ما كان موجود في حياتك أو من اهتماماتك هل تعتقدين بأن شخصيتك راح تكون مختلفة عن الشخصية الحالية؟ ممكن تكون مختلفة لأن الرسم هو جزء مني يعني صار أحياناً ما بقدر عبر بالكلام عن الأشياء بس فيني عبر فيها برسمة ولو كانت بسيطة فهذا الشيء هو يعني جزء مني صار ممتاز يقال بأن من أجمل ما يميز الفنون الجميلة وبالذات الرسم هي أدواتها البسيطة نعم فنحن نتعرف على أدواتك البسيطة اللي من خلالها تصنعين هذه اللوحات اللي نشوفها جدام هلأ أنا فيني أقول إنما عندي كل الأدوات اللي بتخليني يصير رسامة محترفة ولكن هذا الشيء ما خلاني أوقف عن أني أكمل رسمي فمثلاً فينك تاخد ألم فيه حبر سيخلص هذا الحبر منه صح؟ طبعاً لحن نعتبره ماله إيمي ولحن نكبه صح؟ صح بس هذا الشيء غلط عند الرسام عند الرسام فيه يعمل إعادة تدوير للألم ويستخدمه ويصنع يا سلام رسمي فيه دقة وتفاصيل جيدة جميل يعني أنتوا حتى بجالب أنكم رسامين وتصنعون لوحات جميلة وفنون جميلة جميلة عفواً تعبر عن جمال هذا الفن أيضاً أنتم أصدقاء الألبياء طبعاً ممتاز هذه أعتقد رسالة جداً مهمة للفنان التشكيلي طيب هل نستطيع القول بأنك الآن وصلت إلى الاحترافية سارة؟ لا طبعاً لا لأنه الإنسان لما يقول أنه هو وصل للاحترافية وقفت طموحاته أنا هلأ بصراع لازم حارب حتى دائماً أوصل لشيء اللي بديه كمان طبعاً من إحدى طموحاتي أني أوصل على هالقناة وطلع على شاشة التلفزيون واليوم عند حلقة بس إن شاء الله في كتير لسا مستنانة بالمستقبل وإن شاء الله يتحقق بكتير أشياء والله شرف لنا أننا نستضيف سارة هذا مكانت ونحن أن وجدنا هنا بفضل صاحب السمو حاكم الشارقة لأجلكم لأننا نطلع هذه المواهب هذه القدرات هذه الإمكانيات إن كان لأبناء المنطقة أو حتى لمن يعيشون على أرضها الطيبة أنتم خير من يمثل هذه الفنون الجميلة هذه الثقافات هذه الأمور الجميلة اللي ممكن خلالها نتعرف على زاوية مختلفة ومظلمة من شخصية كل فرد واهتماماته وموهبته بتأكيد عندك موهبة غير الرسم طبعا شو هي؟ بعزف على البيانو كمان وبساوي أحيانا الفروسية الفروسية والموسيقى نعم سلام من متى بعد البيانو؟ هل سبق الرسم أم الرسم سبق البيانو؟ لاتنين نفس الوقت تقريبا البيانو بلشت فيه كمان من عمر صغير وحبيته كثير لأنه كمان جزء من الفنون وفيه كمان الإنسان ياخد راحته بأي موسيقى يسمعه طبعا فهذا الشيء كثير خلاني نكون سعيدة بحياتي يعني انتدمجتي مع بين الموسيقى والرسم؟ نعم أثناء الرسماتك أكيد تستمعين للموسيقى طبعا جميل جدا طيب سارة ما هي طموحاتك في قادم الأيام؟ طموحاتي في قادم الأيام أنه إن شاء الله تكون رسوماتي في أحدى المعارض العالمية وإن شاء الله أني أكمل دراستي بدولة الإمارات لأنه هي مرحلة لكثير فرص من تنمية موهبتي شكر إليها طبعا طبعا تبين أن تكملين دراستك في أي مجال؟ إن شاء الله هلأ ممكن يكون مجال الرسم بس كمجال هواية بس إن شاء الله الله يختار الخير لسه بقى كم سنتين ويختار المجال إن شاء الله هل اخترت لك قدوة في مجال الرسم سارة؟ قدوة؟ قدوة نعم رسامين عالمياً قد يكونوا راحلين عن عالمنا الحالي وتحبين لوحاتهم وتحبين تفاصيل رسوماتهم وإمكان تقتدين فيهم في ما يخص لوحاتك الحالية صحيح في كثير من الفنانين بس أنا بحس أني ما كثير طلعت على هالفكرة فشفت الأشياء الحوالية مثلاً جدي، خوالي، عائلتي هنا كانوا مثل قدوة إلي فحسبت أرسومهم هنا إن شاء نبين موهبتي فيها ممتاز وأما الرسامي العالميين هل تتابعين أحد الرسامي العالميين؟ طبعاً مثل بابروس، فانكوف، بيكاسو جميل إن شاء الله في يوم الأيام نشهد لك لوحات تقارن بلوحات هؤلاء الفنانين العالميين وأتوقع ليس بالصعب أنك أنت توصلين لهذه المرحلة أننا ما شاء الله عليك في مقتبل عمرك ووصلتي إلى هذه الاحترافية وهذه الدقة في رسوماتك فنتوقع لك إن شاء الله المزيد والنجاح والتوفيق في حياتك القادمة إذا تحدثنا عن أكبر دعم لك أنا ما شاء الله شفت الوالد والوالدة موجودين معك جدي ما شاء الله تبارك الرحمن جدة موجود معك وهو دعم لك أيضاً طبعاً خبريني عن هذا الدعم كيف تحصلين وكيف تشوفين هذه الطاقة التي تأخذينها منهم؟ هلأ الحمد لله أهلي دعموني بكثير أشياء من البيانو والرسم وعدد أشياء كمان لازم أقول شغلي أنه الإنسان حتى لو ما لقى دعم أو لقى نقد كثير عم يجي حتى لو كان عم يمارس هواية الرسم ما يوقف لأنه الآخر شي أنا كمان كنت عم مواجه كثير نقد ونفس الناس اللي كانوا عم ينقدوني هنه هلأ صاروا يطلبوا مني إرسماً فلازم الإنسان دائماً يحارب ودائماً يسعى ويجتهد على حاله يا سلام طبعاً أنا لا يمكن أن أختم معك الحوار دون أوجه رسالة شكر لجدت وأيضاً والدت اللي موجودين خارج الستيديو وهم داعمين لك بالدرجة الأولى نشكركم على هذه الثمرة اللي بالتأكيد هي تثري هذا المحتوى الجمالي في الفنونة التشكيلية وكانت لنا فرصة بأن نلتقي فيها شكراً لك سارة شكراً أتمنى لك توفيق أنت رائع وكل ما ترسمينا رائع ونتمنى لك توفيق وإن شاء الله نتوقع لك مزيد من النجاحات اللي راح تتحققينها في قادم الأيام شكراً لك شكراً لك كمان كلمتي الأخيرة أني بحب كل أنه أنت كمان يمكن أن تكون إن شاء الله بإحدى الرسومات وبشكر هذه القناة القناة الشرقية على هاي الفرصة اللي محتني إياها وكثاني شي أكبر شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة يلي بتهتم عن جد بالفنون والفنانين ما قصرتي يا سارة ونشكرت مرة أخرى وإن شاء الله لاقيت في إنجازات أخرى وهم عرض تكون خاصة فيك وفي لوحاتك شكراً ما قصرتي